لديهم مشروع وهذا المشروع يستبطن وعداً هذا المشروع يجد روحه وأساسه في السلطة علينا أن نصل إلى السلطة لنتحكّم بمفاصل الدولة ومقدّرات الشعب مشروع اسمه إسلامي لتحكيم شرع الله، لتطبيق شرع الله في الأرض جميل، هذا مشروع إسلامي طبعاً، نحن لم نجربهم هذه التجربة الطويلة أو الواضحة هؤلاء الذين يقتلون ويفجرون ويذبحون ويكفرون لكن انتبهوا من غير أن نجربهم، ولسنا بحاجة لا قدّر الله إلى أن نجربهم نحن نعرف بالقطع واليقين عن ماذا سيتكشف هذا المشروع وإلى ماذا سيأول أين سيتجه مساره؟ نعرف هذا تماماً تعرفون كيف؟ لأنهم الآن في المرحلة التي يسموها الاستضعاف تقابل مرحلة التمكين لم يمكن لهم في الأرض الآن لم يمكن لهم من رقابنا من مفاصل دولنا من مقدّرات شعوبنا أيها الإخوة، ما شاء الله يتوسّلون هذه الوسائل لكي يصلوا بالله عليكم انتبهوا، المنطقية بسيطة جداً لو وصل هؤلاء وتمكنوا وصاروا في سدة السلطة وبيدهم مفاتيح النفوذ والقوة ماذا سيفعلون؟ إذا كانوا الآن في مرحلة الاستضعاف ومرحلة المطاردة يفعلون هذا يستحلون الدماء يا إخواني بأبسط بلا سبب بلا سبب أصلاً فكيف هؤلاء لوصلوا فعلاً إلى السلطة وتحكموا؟ وأصبحت مقاليد الأمور وتصاريفها بأيديهم؟ ومفاتح الأمور بأيديهم ماذا سيفعلون؟ عليكم أن تفكروا جيداً تعرفون؟ نحن طبعاً نعرف بالذات الجماهير الجماهير لدينا القدرة التنظيرية والقدرة النقدية والقدرة على فهم التنظير ضعيفة ومضمحلة شبه معدومة تعرفون لماذا؟ لأن هذه المنابر لم تعود الناس أن يستخدموا عقولهم وهي لا تُحبِّذ هذا لا تُحبِّذ أن تكون الأمور واضحة ومنطقية وسلسة أمام الناس يُحبون أن يُغرِّروا بالناس أن يُزيفوا الوعي أن يُموِّهوا الحقائق انتبهوا لماذا؟ لأنهم لا يتأنَّى ولا يتأتى لهم عفواً التلصّص إلا في ظلام الجهل لا يتلصّصون حتى على وعي الناس إلا في ظلام الجهل إلا في غيبة الوعي إلا في غيبة الوعي فهذا الملحظ مهم وعلينا أن نُفكِّر فيه طويلاً وكثيراً إخواني وأخواتي